شركة فضاءات ميديا ده الناشر لجريدة العرب بنوري حضراتكم الوسائق يعني نتكلم بالوسائق نفوت دار الشرق الشرق دي قطرية لتوزيع جريدة العرب الجديد في دولة خطر اللي هي كل المنظومة اللي بتشتغل ضد مصر عاملين كل ده عشان ضد مصر الكلام ده امتى 38 2014 يعني ده 38 عايز اقول لحضراتكم اول ما انكشف خلينا اقول لكم المعلومة الصحيحة عن هذه المؤسسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 عن الشبكة المجموعة دي كلها انه فيه مؤسسات بتتعمل ضد مصر في هذا التوقيت في 2014 اول ما انكشف عنها كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان فيه لقاء مؤتمر كده اتكلم عن الشبكة الجديدة اللي بيعملوها ضد مصر في اهدي اول وسيقة العقد عقد التوزيع بتاع دار الشرق وتوزيع هذه الصحيفة يوم يوم عبداللطيف بن عبدالله المحمود الرئيس التنفيذي ثم بعد ذلك توصيل ومدير عام نبيل مصطفى هو موقع في واحد وثلاثين تماني اهو مرفق عينات من جريدة العربي طبعة الشرق الاوسط جريدة يومية وزميلنا نبيل مصطفى اللي هو حكموه هناك حبسوه هناك عشان ايدي الدولة المصرية فصلوه وحبسوه ثم تدخلت الخارجين المصرية واعادته الى مصر دفع تمان تعالوا نشوف الجاسوس الصهيوني الاسرائيلي عزم بشارة ادي وزارة الثقافة في قطر ما عرفش الثقافة على ايه بصراحة ثقافة الارهاب يمكن هو ده يعني ثقافة للارهاب ودعم الارهاب بالاشارة الى كتابكم في 28.8.14 الموافقة لكم على طباعة نسخة من صحيفة العرب الجديد ادي الوسائق الخاصة بالعربي الجديد بنعرضها حصريا لأول مرة وانه تشهد فضاءات بان شركة توصيل دار الشرق للتوزيع سابقا صاحبة حق توزيع صاحبة كذا في دول الخليج وطبعا هي ما بتخلش الخليج الوقت ده قبل المقاطعة العربية كان بتدخل ولكن بعد كده منعت طبعا ولكن ربما تكون موجودة في الكويت وعمان ولكن ليست موجودة في الامارات او السعودية ولا البحرين ولكن كانت واخدة توزيع حصري في دول الخليج العربي ولكن بعد المقاطعة لا في توزيع ولا في حتى قنوات موجودة في الكويت وموجودة في سلطنة عمان احنا عملنا ايه؟ ده اللي بيتعمل وده اللي بيتقال رئيس رامب عرضت لحضر لكم برح تويتا في 2012 ما كانش لسه لا رئيس ولا مرشح ولا وله هو بيتكلم على كلينتون واوباما ودعم الارهاب والاخوان وغيرهم وغيرهم له فيديو ايضا شهير جدا بيتكلم على ادارة اوباما وهيلري كلينتون والميراس بتاعهم الميراس اللي هو ايه؟ اربع سنوات كلينتون جابوا الاخوان لحكم مصر تنظيم داعي الظهر دمروا سوريا دمروا ليبيا دمروا العراق دمروا اليمن قال لهم الميراس بتاعكم اربع سنوات من ميراس كلينتون كان ايه؟ وقال لهم بشكل واضح الجيش المصري قوات المسالحة المصرية تحركت عشان تعيد الاستقرار لمصر بقوش كده يعني لهم انتوا جبتوا الاخوان عشان يحكموا مصر والاخوان دول ارهابيين راديكاليين ارهابيين يعني ولكن الجيش المصري حمى بلده وعاد الاستقرار لمصر اسمعوا رئيس ترامب وهو يكشف حجم المؤامرة والتآمر اللي علينا بسبب اوباما وكلينتون اسمعوا اشتركوا في القناة